بالأمس الأهلي كسب بيرامدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين عشان يرتفع رصيد الأهلي في النقاط إلى ستين نقطة بفارق تمن نقاط عن بيرامدز المتصدر بتمانية وستين نقطة ولكن يتبقى للأهلي أربع مباريات مؤجلة بيرامدز حالياً لعب تمانية وعشرين مباراة متبقيله بالزبط ست مباريات على نهاية المسيب ولكن أمام النادي الأهلي عشر مباريات مباراة يوم اتنين وعشرين سرحة أكيد نتيجتها تكون مؤثرة بشكل كبير تأكيداً لنتيجة لقاء الأمس المؤجل في الدور الأول لو عايز أتكلم على المباراة وحنا بنشوف الأهداف مع بعض لأن مطش مبارح بصراحة كان مطش ممتع مطش تتفرج عليه مستمتع بأداء الفرقتين على فكرة سواء الأهلي أو البرامدز الهدف الأول لو سام أبو علي في الديئة السبعتاشر من أسست رائع جداً من نجم الأهلي الموسم الحالي حسين الشحات اللي عمل مباراة على أعلى مستوى هجومياً ودفاعياً ووسام أبو علي دلوقتي دخل برصيد عشر أهداف ضمن سلسلة الهدفين أو على فكرة الصراع على مين هيكون هدف الدور السنادي يعني فرق ثلاث أهداف ما بين ووسام أبو علي ولعب فريق بيرامدز لعب الكونغو الدموقراطية اللي بالتأكيد أحرز الهدف الأول في مرمى النادي الآلي فيستون ميلي طبعاً أداء متميز جداً للعيب النادي الآلي مبركة نتصعبة جداً وشافيه الأهداف وهدف أفشا مركة مسجلة الهدف الثالث اللي هم بثابت القضية كان هدف مجد أفشا وعلى أستاذ القاهرة وفي نفس المكان ويوم الجمعة تقدر تقول خلاص بقت مركة مسجلة بأهداف محمد مجد أفشا لعيب كده تحس أنه فيه شيء لله بصراحة بأمانة والله محمد مجد أفشا لعيب على المستوى الإنساني تحب تقعد معه وتتكلم معه وعلى المستوى الفني لعيب عنده قراءة عالية جداً نزل المبارح في الضيئة 82 والمطش متقهرب واثنين اثنين عشان يستلم قراءة في مكان زي ده عشان يتقرر المشهد مباراة أهل وزمالك نهاية إفريقيا مباراة القرن ومباراة مبارح ممكن تحسن بنسبة كبيرة بطولة الدوري ويحرز الهدف في نفس الزاوية وفي نفس المكان عشان تكون قطية جديدة زي ما حصلت مع الزمالك إمبارح اتقررت مع بيراملز وهو أفشا ما بيلحبش دايماً في الزاوية إلا في المكان ده وهو ما بيحبش يلعب في الزاوية دايماً بعدد أهدافه وبيلعب وبيسدد في نفس المكان طيب عايز أقول لكم على حاجة كمان مهمة جداً الناس بتتكلم على ثلاث نقاط والأهداف الرئالي احنا شايفينا مبارح والمباراة اللي كانت ممتعة ولكن أنا شايف الأهل مبارح ما كذبه من المباراة أهم كتير